دي بقى مكهة كرينة المشروم انا بحب المشروم اللي هتلاقيه طويل انا اللي عامليه ايوه هو الطعم كمان مختلف بس الطعم مش حلو يعني هي طعمها مختلف بس الطعم بتاعها ما عجبنيش يعني مش ليالها طعم يعني عارفين كده الاندومي على قد ما احنا بنقول مش حلوة ومضرة هم ما نجيبهاش بس بيبقى التوابل بتاعتها ليها مصاب كده تخليك ان انت عايزة برضو صفر من صفر بتخلينا ان احنا نبقى عايزين نتجربه تاني يعني ساعات كده ايه يهف علينا نبقى نفسينا تروح له لكن انا عن نفسي مفيش حاجة من اللي دقتها دي نفسي هتروح لها تاني لا احنا بس هنروح للشط اه يعني ممكن افضل طعم فيهم اللي هي السجوء السبايسي وكمان هي مفيش طعم السجوء هي بس عشان سبايسي فمغيرها شوية طعم الشربة مخليانا ممكن تتاكل لكن انا بالنسبالي ولا واحدة من دي ممكن اجيبها تاني ده كان رأيي انت ليكي رأيي تاني اه ايه اكتر واحدة عجبتني فيهم اللي هي الشطة دي هي ولا والسجوء بالشط اه وانت اللي هي دي ودي دي اتنين ودي كمان عجبتك دي ايه دي ايه انا واحدة احنا كاننا دجاج دجاج عدس عدس العدس والسجوء اه هو حلو هو حلو ماشي وبس ايه دي العدس دي حلو هي الفراق عمتلا ما عجبتش حد فيهم دي حلو يعني ما بين السجوء والعدس وممكن السجوء هيرجحوا افضل علشان هو شوية سبايسي وبس كده ودايكا رأيينا في الشربة صريعة التحضير من عالجاز واتمعنا يكون الفيديو عجبكم ونشوفكم في فيديو جديد باي باي